مباشرة مشاهدين الكرام من القاهرة نتحول بحضراتكم إلى حصبية بجنوب لبنان حيث هناك أحمد سنجاب مرأسل القاهرة الإخبارية بعد التحية أحمد جيش الاحتلال كما تعلم زعم أن عددا من جنوده قد رفعوا علم دولة الاحتلال في منطقة مارون الراس ما حقيقة هذا الأمر والأخبار التي تتحدث عنهم؟ نعم بالفعل ربما هناك أكاذيب أو محاولات لنشر هذه الأكاذيب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأن ما حدث مجاف لهذه الوقائع وهذه الصور التي تدولها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتعرف أكثر على طبيعة بلدة مارون الراس بلدة مارون الراس تقع على مرتفعات في الجنوب اللبناني وتحت هذه المرتفعات هناك سهل هذا السهل يضم حديقة هذه الحديقة تضم ربما بعض من السيارات والآليات التي دمرها حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان في حرب تموز عام 2006 فبالتالي هذه الحديقة تقع على مسافة لا تتجاوز 700 متر من الحدود اللبنانية الجنوبية ما حدث أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تسللت من قاعدة أفيفيم العسكرية الإسرائيلية نحو هذه المنطقة في مارون الراس وأثناء التسللها كالمعتاد على مدار الأيام القليلة الماضية ربما هذه القوة كانت تحمل علم كيان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقامت بالتسلل إلى هذه الحديقة التي تقع في منطقة بعيدة عن بلدة مارون الراس هذه الحديقة هي عبارة عن منتزة في أطراف البلدة وقام عدد من جنود جيش الاحتلال بوضع هذا العلم وبعد وقت قصير قام عدد من عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان بإمطار هذه القوة العسكرية الإسرائيلية بوابل من الصواريخ بالإضافة إلى أطلاق الأسلحة الرشاشة فبالتالي كانت هذه اللقطة التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تروجها هي جزء من محاولة التصدي لمحاولة تسلل بري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه النقطة في بلدة مارون الراس التي تقع فيها القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني علما بأن هذه البلدة تحديدا ربما حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم منها أكثر من مرة وربما من أبرز محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي للتسلل لهذه النقطة تحديدا بلدة مارون الراس أنه اتخذ موقعاً لقوة الأمم المتحدة الموقعتها في لبنان اليونيفيل كأذرع بشرية أو درعاً بشرياً في محاولة التسلل لهذه المنطقة والقوة الأممية أصدرت بياناً تحذر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول من اتخاذ هذه المواقع التابعة للقوة الأممية كمناطق تختبئ خلفها أو تتخذها كدروع من أجل التسلل إلى هذه البلدة ما يحدث في الحدود الجنوبية اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول التسلل براً إلى الأراضي اللبنانية عبر ست محاور على مدار الأيام السبعة الماضية المحور الأول في بلدة العديسة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وتم إفشال أكثر من محاولة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسقط عدد من جنوده بين قتيل وجريح جراء هذه المحاولة المحور الثاني في كفري كيلة أيضاً في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني المحور الثالث مارون الراس في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني المحور الرابع مالدة يارون في القطاع الأوسط أيضا من الجنوب اللبناني المحور الخامس هو بلدة بليدة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وربما المحور السادس والمستحدث الذي وقع في وقت سابق صباح اليوم هو في بلدة اللبوني في القطاع الغربي للجنوب اللبناني ستحدث معك عن تطورات العملية الربرية في كل هذه المصارات التي أشرت إليها لكن بالعودة إلى مارون الرأس تحديدا لماذا يحاول جيش الاحتلال الترويج لاحتلال هذه المنطقة تحديدا هل من رمزية معينة هل من أهمية خاصة لهذه المنطقة نعم بالتأكيد هذه هي من أقرب المناطق للمواقع العسكرية الإسرائيلية كما أن بها بعض المنازل في بلدة مارون الرأس تحديدا هي قريبة من الحدود وقريبة من السياج الحدودي فربما يجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة فرصة للترويج لأي تقدم بري تجاه هذه المواقع في مارون الرأس هي قريبة بنسبة كبيرة جدا هي من أقرب البلدات اللبنانية للمواقع العسكرية الإسرائيلية وتحديدا مستعمرة أفيفيم التي تم تحولها إلى منطقة عمليات مغلقة جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من ست محاولات منذ بداية العملية البرية وحتى الآن للتوغل في هذه البلدة ربما تمكن جيش الاحتلال من عبور السياج الحدودي والدخول إلى المناطق الشجرية والغابات الموجودة في أطراف هذه البلدة لأنها تتميز بأن لها منازل على الحافة مباشرة على الحدود وأيضا بها مناطق شجرية واسعة يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل برا عبر قواته البرية في هذه المنطقة الشجرية وبمجرد اكتشاف توغل القوة البرية يتم إعداد الكماء لهم وتم صد أكثر من ست محاولات للتوغل البري في منطقة مارون الراس فقط على مدار الأيام القليلة الماضية بالإضافة أيضا إلى بلدة يارون التي كان فيها منزل متاخم للحدود وشكل مباشر ودخل عدد من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا المنزل والتقطوا صورا داخل هذا المنزل وروجوا إلى أنهم تمكنوا من التوغل في الجنوب اللبناني ولكن ثابت بعد ذلك أن هذه القوة تقدمت بالفعل في منطقة يارون وتم استهدفهم عبر أكمنة وعبر أسلحة والتحامات مباشرة من بينها التحامات من النقطة صفر وسقط عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلى وجرحة جراء هذه الالتحامات المباشرة تحديدا في مارون الراس ويرون في الجنوب اللبناني في القطاع الأوسط تحديدا طيب أحمد أنت أشرت منذ لحظات إلى مسألة وجود تقريبا ستة محاور يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل من خلالها ما تطورات هذه العمليات وما هي درجة المقاومة التي يلقاها جيش الاحتلال في هذه المحاور نعم بالفعل جيش الاحتلال حاول التقدم برا في ست محاور منذ بداية العملية البرية وحتى الآن كما تحدثت المحور الأول العديسة وفي القطاع الشرقي أو في محاور القطاع الشرقي تحديدا هي العديسة وكفر كلا وبلدة بليدة في هذه المحاور السلاس كانت هناك تقنيات مختلفة أو أسليب مختلفة للمقاومة في التصدي لهذه المحاولات وهي أول محور أو أول أسلوب هو أسلوب الطرق المفخخة حيث كانت هناك العديد من القنابل الموجودة على جانبي الطرق وتم تفخيخ هذه الطرق وأيضا المنازل المفخخة مثل ما حدث في بلدة كفر كلا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني ربما المحور الثاني هو استهداف القوات المتقدمة بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وربما الأسلوب الثالث في التعامل مع هذه القوات الإسرائيلية المتقدمة هو استخدام الأسلحة المباشرة والاشتباكات من النقطة صفر وهذا الأمر شهد بوضوح في محاور التقدم الأخرى لأن هناك محوري تقدم في مارون الراس ويرون ومحور تقدم مستحدث في صباح اليوم في بلدة اللبوني في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني رغم ما فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي مما يشبه بحصار بحري للسواحل اللبنانية في الجنوب وأيضا حصار في الحدود البرية الجنوبية إلا أنه حينما تقدمت قوات ربما هذه أكبر قوات تتقدم وتحاول التقدم في الأراضي اللبنانية في محور اللبوني صباح اليوم حيث كانت هناك قوات عسكرية راجلة بالإضافة إلى عدد من الأليات والجرافات في هذه المنطقة وهذه العملية تحديدا استخدم فيها حزب الله الأساليب السلاسة في مواجهة هذه القوة المتقدمة وهي القنابل المتفجرة بالإضافة أيضا إلى الأسلحة الصاروخية والقزائف المدفعية بالإضافة أيضا إلى الاشتباكات والالتحامات المباشرة وكانت هناك معارك شديدة في هذه البلدة التي تستهدف لأول مرة في العملية البرية في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني وهو أول توغل من قبل أو محاولة توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي للجنوب اللبناني وتم صد هذه القوة وربما هذا الأمر يؤكد أن هناك فشل كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي في التوغل برا وربما فوجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لا تزال هناك مقاومة في هذه المناطق وأن هناك استعدادات للتوغل برا والالتحامات المباشرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية وبالتالي هذا أيضا ربما يفسر ما يبحث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من صورة أو لقطة يتخذها من خلال نشر علم بالقرب من الحدود أو نشر صور لجنوده داخل أحد المنازل في هذه المناطق الحدودية ولكن حتى الآن لا تواجد لأي من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية برا ربما ما أشرت لي أحمد في مسألة قدرة المقاومة على مواجهة هذه الاقتحامات ومحاولات الدخول من مناطق عدة إلى لبنان كانت من ضمن الرسائل التي كانت في كلمة نائب الأمين العام لحزب لا نعيم قاسم بخصوص العدوان الإسرائيلي على لبنان ما أهم ما ورد اليوم في هذه الكلمة؟ نعم بالفعل تضمنت الكلمة اليوم كانت كلمة في غاية الأهمية لأنها تضمنت مواقف رسمية لحزب لا تصدر هذه المواقف لأول مرة منذ بدء هذا العدوان الإسرائيلي الشامل والواسع على الأراضي اللبنانية ربما الرسالة الأولى التي تحدث عنها وهي أن حزب الله منفتح على مبادرات وقف إطلاق النار وأن حزب الله يؤيد جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري في التوصل إلى قرار أو اتفاق لوقف إطلاق النار ويعني هذا ضمن أن حزب الله ملتزم بما يصل إليه الرئيس بيري في هذا الشأن فيما يتعلق بوقف إطلاق النار علما بأن هذا الأمر والجهود المبزولة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تتضمن أو تشمل ضمن الاتفاق على القرار 1701 والتطبيق الكامل لهذا القرار ولكن ربما حزب الله وأيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري يرى أن ضرورة التطبيق الكامل أي أن لبنان يلتزم بما عليه من بنود وأيضا جيش الاحتلال يلتزم بما عليه من بنود وخصوصا الانسحاب من كافة البلدات اللبنانية التي لا تزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة ربما الرسالة الثانية والأهم أيضا التي وجهها نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض في هذه الأثناء ما وصفه بحرب من يصرخ أولا مؤكدا أن المقاومة لن تصرخ مهما كانت التضحيات ومهما كانت التكلفة وأنها ربما مهيئة لهذا الأمر ربما من أهم الرسائل أيضا التي وجهها أن الضربات الإسرائيلية لحزب الله كانت موجع على مدار الفترة الماضية ولكن حزب الله تمكن من امتصاص كافة هذه الضربات وأن الضربات الإسرائيلية لم تؤثر على قدرات حزب الله ولم تؤثر أيضا على بنية حزب الله في كافة المناطق وفي كافة المواقع أيضا القيادية وهو ما ظهر من خلال تكسيف العمليات من الجنوب اللبناني بواتيرة ربما وصلت إلى مستوى غير مسبوق مثل استهداف مناطق حيفا واستهداف مناطق في عمق مناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال ومناطق أيضا في تل أبيب وضواحيها على مدار الأيام الماضية ربما أيضا من أهم الرسائل التي وردت في هذه الكلمة أن حزب الله منفتح على اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار ولكنه أيضا مستعد لخوض المعارك إذا لم يكن أمامه خيار إلا المقاومة معتبرا أن الخيار الوحيد الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأسناء هو خيار المقاومة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يريد الوصول إلى حل مستغلا الظرف الإقليمي والظرف الدولي في هذه الأسناء من أجل استهداف المدنيين والتوسع في استهداف المدنيين في مختلف المناطق في لبنان ربما أيضا من أهم الرسائل التي وجهها أن عملية انتخاب أمين عام جديد لحزب الله ربما هذه العملية تسير وفقا للقواعد التي تنظمها ولكن في الأخير ختم رسالته قائلا أن ربما نتنياهو يريد إعادة المستوطنين إلى الشمال ولكن بالعمليات التي يقوم بها حاليا سيتم تهجير ربما أضعاف المستوطنين مرة أخرى لتصل أعداد المهجرين من المستوطنات الإسرائيلية إلى أضعاف أضعاف الرقم الموجود فبالتالي الحرب لن تؤدي إلى نتيجة وفقا لتصريحات نائب الأمين العام لحزب الله وأن ربما الخيار السياسي والدبلوماسي هو الحل الذي يراه حزب الله هو الأنسب في هذه التوقيت ولكن إن لم يتستجب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذا الخيار فربما لن يكون أمام حزب الله خيار إلا المقاومة في كافة المناطق اللبنانية من حصبية بجنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أشكرك شكرا جزيلا